بروبرتز بالت او قيمة الخصائص هي عبارة عن قيمة بيظهر لي فيها خصائص العنصر اللي انا بختاره حاليا او خصائص الفيو اللي انا شغال عليها دلوقتي مكانها طبعا في الوضع الافتراضي بيقى فوق البروجيكت براوزر في الوجهة على الشمال من البرنامج طبعا لو اختارنا ان احنا نعملها تاب ديمينيو مع البروجيكت براوزر زي ما قولنا في فيديو الخاص بشرح البروجيكت براوزر كده هوفر مساحة كبيرة للدروسك اعريا وفنفس الوقت هابعيندي مساحة رؤية كويسة ان انا شوف محتويتي القائمة دي قيمة الخصائص ومتصفح المشروع Stadt او بروسكت براوزر بينطبق هنا على البروبرتز بالات ان انا ممكن اقفلها بالضغط على حرف الاكس او علامة الاكس واروح على قيمة فيو او تاب اسمها فيو واروح على البانيل اللي اسمها يوزر انترفيس وضغط على بروبرتيز هتزهار لي هنا قيمة الخصائص انا دلوقتي مش مختار اي عنصر وبالتالي الخصائص اللي زهرت فيها هي خصائص الفيو اللي انا شغال عليها لو ضغطت على عنصر مثلا زي القاعدة دي هتلاحظ ان محتوى القيمة اتغير وزهر لي هنا كل الخصائص الخاصة بالنوع ده من العناصر اللي انا شغال عليه في نفس الوقت لو حصل وان انا محتاج اي تغيير تاني على اه خصائص الفيو ممكن من خلال التوجل ده ان انا اضغط عليه واروح على الاستراكشر بلان او الفيو اللي انا المفروض ان انا عليها او الا الا الاعدة جزء منها. وفي نفس الوقت ممكن ارجع عليه الاعدة تاني. في زرار هنا تاني اسمه ان انا ممكن اضغط عليه وغير نوع الاعدة اللي انا اشغال عليها او ان انا اعمل محتوى جديد لها. ودي حاجات هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله.